تعال نشوف أنواع الكابلات من حيث الكور في معلومة مهمة جدا الكابلات ذات المقاطع الكبيرة اللي هي أكبر من 240 ملي متر تربية عشان هي سقيلة الوزن صعبة التمديد بنعملها سينجل كور طب إمتى بستخدم سينجل كور تاني بستخدمه في كابلات التقريض في الإيرسينج كيبل يبقى لو حد سألني الأبليكيشنز الخاصة بالسينجل كور كيبل أعرف أجاوب يبقى دي شكل سينجل كور كيبل سينجل كور كيبل اللي هو لو الكروس سيكشن إيريا أكبر من 240 أو بتبدأ من 300 ملي متر تربية بستخدم السينجل كور بستخدمها في الريزرز تمام في الريزيدينشيال إيريا أنا بستخدم بعد كده بستخدمها في حالات كابلات التقريض أنا عندي كابل التقريض الجرين يولو اللي هو الشكل اللي إحنا شايفينه أخضر فصفر دايما كابل التقريض بيبقى سينجل كور يبقى من ناحية الكور بقدر أقسمها رقم واحد سينجل كور كيبل براف تمام رقم اثنين تو كور كيبل بستخدمها إمتى بستخدمها في حالات السينجل فيز يا شباب كتير جدا لما يكون عندي ليين ونيوترل بس بستخدم سلكتين تو كور أو استخدم سلكتو كور بني وسود ليين ونيوترل بستخدم حالات ال ثري كور بستخدم النوع التالت يبقى خد سينجل كور تو كور الحالة التالتة السري كور كيبل دي بستخدمها على حالات السينجل فيز لما يكون عندي الكابل الخاص بالتقريض موجود داخل التشيز بتاع الكابل وبالتالي يبقى عندي L, L, N, E تلات اطراف L, N, E ده في حالة اللو فولتج طب انا لو موجود في حالة الميديام فولتج برافو عليك انا بستخدم برضو السري كور في حالات الميديام فولتج السري فيزيس اللي هما الارو الاس والتي ده كابل سري كور طيب حالات الفور كور بستخدم حالات الفور كور لما يكون عندي سري فيز نتورك سري فيز نتورك في اللو فولتج برافو ممتاز في اللو فولتج بستخدم اربع اسلاك اربع كور فور كور كابل اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة نيوترال كلهم داخل نفس الكابل بعد كده بستخدم الفايف كور بيبقى معايا L1, L2, L3 والنيوترال والأيرز تمام ده من ناحية انواع القلوب الخاصة بالكابلات طبعا الدايجرام ده بيوضح لي السينجل كور والمالتي كور وحالات زي ما احنا شايفين في الرسمة تحت حالات الستيل واير ارمورد والستيل تيب ارمورد برافو ممتازين يا شباب طيب ده صورة مكبرة شوية بس عشان موضوع الانسيوليشن يا شباب موضوع الانسيوليشن مهم جدا الانسيوليشن هي الطبقة المحيطة بيه احنا قلنا الكور بعده فيه طبقة تمام بتحمين وبعد كده رح حاطط العزل الانسيوليشن وبعد كده طبقة تحمين وهكذا تمام يبقى انا هنا تخانة العزل الانسيوليشن كبيرة يبقى الكابل ده ميديان فولتج اللي انا بصيت هنا في اليمين بلاقي تخانة الانسيوليشن صغيرة يبقى الكابل ده كابل لو فولتج طبعا ما ننساش ان فيه عندنا كابلات الكنترول او كابلات التحكم دي بتبقى كروس سيكشن اريا بتاعتها صغيرة واحد ونص ميلي اتنين ونص ميلي اربعة ميلي متر تربيع دي بتتميز بيكون عدد الكورز او القلوب كبير جدا ممكن يوصل لستة كور تمانية كور عشرة كور لحد واحد وستين كور ده بيبقى كابلات التحكم طبعا شوفنا الستيل تيب ارمورد والستيل واير ارمورنج معلومة مهمة جدا يا شباب لما اجي ادفن كابل في الارض في شوية ملاحظات لازم ارعيهم اثناء دفن الكابل الا يقل لعمق الدفن عن 80 سنطي لكابلات الجهد المنخفض و متر و 20 سنطي للمتاص طبعا ده انت بتشوف الاسبيكس الخاصة به الانستوليشن وتشوف عمق الدفن بتاعتك السلمفروض عندي مقلش في عمق الدفن في اللوفولتج عن 80 سنطي طبعا في ناس كتير جدا بتجيب كابل اللوفولتج على 40 سنطي على 50 سنطي وادفن وخلاص طبعا توضع طبقة من الرمل الناعم النقي بسمك 10 سنطي مع الدك اللي احنا بنسميها الكمباكت ساند يا شباب تمام ويتحط في ايها الكابل بعد كده طبقة رمل تانية 10 سنطي او 15 سنطي وبعد كده بحط الكونكريت اللي هي البيت 200 تمام بعد كده بردم رمل حتى عمق 20 سنطي من حفة الحفر وبعد كده بحط شريط تحذيري مهمة جدا 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 السيفتي يا شباب لازم احط شريط تحذيري واكتب عليه ده كابل كهربا استكمال بعد كده الدفن وبعد كده رجع الوضع على ما هو عليه اللي هو اعمل طبقة الاسفلت تمام لو كان الكابلات اللي انا هستخدمها هيمر عليه هيمر عليه اوزان سقيلة لازم احط مسورة تمام او مسورة واحدة سبير في بعض الاستشارين بشترة مسورة واحدة سبير دي ملاحظات عامة للدفن